حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج وابن بكر أخبرنا ابن جريج وأبو عاصمين عن ابن جريج أخبرني اسماعيل بن محمد بن سعيد أنه أخبره حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن السائب ابن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرامي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكرث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا قال ابو عاصمين ثلاث ليال حثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت وعمر بن عبد العزيز يسأل السائب ما سمعت في السكنة بمكة فقال حدثني العلاء بن الحضرامي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للمهاجر ثلاثا بعد الصدري حثنا عبد الله حدثني أبي ويحيى بن معي قال حدثنا عتاب بن زياد حدثنا أبو حمزة قال سمعت المغيرة الأزدية عن محمد بن زيد عن حيان الأعراجي عن العلاء بن الحضرامي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو أهل هجر شك أبو حمزة قال وكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة فيسلم أحدهم فأخذوا من المسلم العشر ومن الآخر الخراجة